اهلا بكم عزيزي طلب وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفني وحلقتنا النهاردة تكون مخصصة طلب التعليم الصناعي تخصص النسيج طبعا زي ما قلنا احنا في مرحلة دبلوم مرحلة نهائية بالنسبة لنظام التلات سنين لكنها سنة نقلة بالنسبة للصف الثالث في نظام الخمس سنين وبنكمل مع بعض الجزء الاساسي وجزء الخاص بمادة الالات طبعا زي ما قلنا مادة الالات بتحتوي على الالات والمعدات الخاصة بتخصصي وفي الاساس انا كل المطلوب مني اني اتعلم ازاي اتعامل مع الاجهزة والمعدات الخاصة بالتخصص ليه؟ عشان ده بيخليني اقدر اتعامل بشكل زي ما قلت بوفيش نلقى بشكل تخصصي اكتر مع المعدة بتاعتي فبالتالي يبقى انا اقدر اطلع انتاج بالشكل المطلوب بالتالي هكون مطلوب داخل السوق ده هيساعد اكتر ان يكون فيه اقبال علي في السوق يعني مثلا بنلقى بعض العمالة بتاعتي او بعض العمالة الماهرة ده بالاساس بيه فيه زي خناء عليها ما بين المصانع لا انا اخدك لا انا اخدك وبعدين تبدأ تبسط لان فيه ارقام بتتحطي لك عشان تيجي او تقبل انك انت تشتغل في المصنع ده فبالتالي ده حاجة هتكون مميزة لك انت فعشان خاطر توصل للمرحلة دي لازم تدقى كويس جدا في المهارات اللي انتو هتتعلمها في خلال مرحلة بتاعتك وطبعا من اول صف الاول لغاية نهاية المرحلة بتاعتك الى الصف التالت لو كان نظام ثلاث سنين او صف الخامس لو نظام خمس سنين فبالتالي ده المهم ده النصيح اللي احنا بنقولها لكم عشان تقدروا ان انتو تنفسوا في السوق بعد التخرج فبالتالي مرن نفسك اكتر واكتر سواء كان في المدرسة او بالتحاقق بورش الخاصة بالتخصصك في السوق ده هيساعدك اكتر على تنمية مهاراتك وده المهم عندنا عايزين ننمى مهاراتنا عشان نطلع بالمنتج بتاعنا بالجودة المطلوبة. حالاتنا النهاردة هتكون استكمال الحلقة السابقة وهنكمل فيها اجزة الامرار الخاصة بآ اللحمة وكنا نتكلم عن اجزة الامرار الحديثة الايجابية الغير تقليدية. تلات مسميات لجهازنا هو جهاز حديث غير تقليدي وايجابي الحركة. يعني ايه ايجاب الحركة وزي احنا فاكرين كنا نتكلم عن ايجاب وسالبي. ايجاب الحركة يعني فيه وسيط هيكون بينقل اللحمة من الجهة لجهة اخرى. وإحنا زي ما اتفقنا ان المكينات بتاعتي بتشتغل من الجهة الشمال. المكينات الحديثة كلها جنب الامرار بتاعها من الجهة اليسرى. جنب اللي فيه كونات. بتترسل كونات على حامل الكونات. وبيبدأ الجهاز من الجهة اليسرى في عملية التشغيل وعملية الامرار خاصة باللحمة. وزي ما قلنا ان الاجهزة اللي بنشتغل عليها خاصة بالامرار هي جهاز من اجهزة كتير رجبة على المكينة. بس جهازنا ده بيعمل حركة واحدة بس وهي حركة الامرار لا غير. ما بيعملش حاجة تاني. بالتالي يبقى عندي جهاز قلبات. عندي جهاز طيب. عندي جهاز رخو. عندي جهاز ضم. كل حاجة على المكينة لها جهاز. وكل حاجة على المكينة ممكن يكون لها حساسة. انت طبعا في جزء تاني من منهجنا هنتكلم عن الحساسات دي بشكل مفصل. لكن تعالى نتكلم ونكمل موضوعنا هنتكلم فيه اللي هو امرار اللحمة باستخدام القذيفة او باستخدام او على مكينة السلزر. احنا كلنا نتكلم عن عمود الالتواء. وقلنا ان عمود الالتواء ده هو عبارة عن عمود. سابت في طرف. وحر من الطرف التين. كل اللي بيحصل ازا انا سبتهم من الجنب ده. باجي ادي هنا اخلي وسيط يعمل لعملية اللي المطلوبة للزراع. فبالتالي زي ما قلنا هو مصنوع من معدن معين عشان او ادي له الشكل الحلزوني ده او ابرمه بالشكل ده. واسيبه ويرجع الوضع الطبيعي بسرعة. تقدر تدي قوة للمضرب بتاعي عشان يضرب القذيفة يطارها في وسط النفس. طيب احنا نقول ان الارتد بتاعه يعني مش هيدي القوة اللي هتدي دفعة كبيرة جدا للمكذوف. لا هقول لك ليه هتكون دفعة كبيرة. اول حاجة احنا قلنا ان القذيفة وزنها كم? وزنها بين جرام. يعني مش جايبة جسم او حجم قطعة اه شوكولاتة او قطعة حلوة مسلا معي. حلوة صغيرة. لا تذكر. يمكن اه اي اه الالم ممكن يكون وزنه في حدود الالم الجاف. ممكن يكون وزنه تقريبا في حدود القذيفة او وزن القذيفة دي. لان القذيفة من المعدن المفرغة من الداخل فيها الاجزاء الخاصة بالالتقاط الخيط اللحمة اثناء عملية التشغيل. ده مهم جدا يكون عندي. سمكها صغير ده نص سنتي. طلها تسعة سنتي. عرضها سنتي واربعة من عشرة. يعني حجمها كله صغير ده انا احطها في جيب ومش هتبين. ليه? خفيفة الوزن كمان. فبالتالي ده هتساعد. قفة وزنها هتساعد ان هي اول ما هتاخد اي قوة هتطير. طب الله هتساعدها على توجيهها ان هي توصل في المكان المطلوب. عناصر التوجيه اللي امام بشرات المشت. عناصر التوجيه دي هتساعدها ان هي تفضل ماشية ومستقرة في المجال بتاعها في المجرى بتاعتها عشان توصل لجهة الاخرى. كل ده بيساعد على ايه? على ان انا ابدأ افكر في حاجة تانية. عشان كده حطيت العناصر بتاعتي المسؤولة عن الامرار. طب ازود سرعة المكينة بقى شوية. ما انا عايزة زود الانتاج. هتزود سرعة المكينة لان عندك بقى عندك وسيط سهل الحركة على المكينة. تمام كده? فده اللي ادانا فرصة لزود السرعة. فبالتالي لما كنت شغالة مكينة تقليدي وصلت لصبعمية حتفة وكت بقول ده انا وصلت الرقم جبار. هنا بدأت اوصل للالف حتفة. وهعدل الالف حتفة. كمان مع النوع ده من الاجهزة. طب تعالوا بقى نرجع للرسمة اللي كانت معنا. الحلقة اللي فاتت. احنا الحلقة اللي فاتت. بصنا على الرسمة. وقلنا الاجزاء بس. المرة دي هنشرح عليها حركة التشغيل. وهنكمل ونقول ايه هي الاجزاء المهمة عندي في الرسم والرسمة دي مطلوبة. يمكن دي تالت رسمة بناخدها عندنا في المنهج. ونقول من ضمن الرسومات المطلوبة. طبعا ان شاء الله مع التقدم بتاعنا في الحلقات هنبدأ نجمع الرسمات ونقدر نزهر لكم بشكل افضل. طبعا انتم وانتم بتابع الحلقات بتاعتنا طبعا هيكون اه موجودة اه معكم تقدروا تسألونا كمان على الحلقات بتاعتنا طبعا هي مرفوعة على قناة الخاصة بالتعليم الفني قناة اليوتيوب الخاصة بيهم. فتقدر تسألنا لو محتاج تسأل اسئلة على الحلقات وهنقدر نرد عليك اه بشكل مفصل. طبعا ده مهم جدا عندنا التفاعل بتاع حضراتكم. تعالوا بقى نشوف الرسمة اللي احنا نشر عليها حركة تشغيل ونبدأ نتكلم عليها. هنا طبعا زي ما قلنا انا بيتحرك هنا الرسمة بتاعتي بتبدأ من الجزء الخاص بيا على ايه? على العمود للإدارة الرئيسي. وهبدأ ان انا اتحرك بالشكل المطلوب. هنا طبعا زي ما احنا شايفين بشتغل او بتبدأ الحركة بتاعتي من عمود الإدارة الرئيسي. هنا زي ما قلنا فيه ترس مخروطي. بيتعاشق مع ترس مخروطي تاني. والترس مخروطي رقم اتنين ده. راكب على عمود الكامة. هنا وظيفة الكامة. الضغط على الوصلة المفصلية. وهي بتتلامس مع البكرة الخاصة بالكامة. ليه? عشان تبدأ تسحب الزراع ده الاسفل. لما تسحب الزراع ده الاسفل هتسحب الزراع اللي هو متصل بعمود القصف. معها الاسفل. فبالتالي هتبدأ عملية تلاييز الزراع في المنطقة دي. انا كده بفصل الحركتين عن بعض. انا هنا الكامة هتضغط على الوصلة دي. وهتبدأ تسحبها لاسفل. كلام ده ازاي? انا مش فهمه من الرسمة اللي قدامي. ومعاييش جرافيك حتى يقول الرسمة دي بتتوضح ازاي? طب هنوضحها ازاي? تعالوا نشوف هنوضحها ازاي مع بعض. اول حاجة عندي لو هنمثل الكلام ده بادينا بقى. تعالوا نشوف حركة ايدينا واحنا بنتحرك بالزبط بنفس موضوع الكامة دي. انا هنا مسلا لو قلت ايدي بالشكل ده كده. ده الزراع او الوصلة مفصلية. اللي هي هتكون هنا ركبة بكرة وهنا هيكون الكامة بتضغط على البكرة دي. خد بالك الوصلة دي. وصلة مفصلية. هنقفل كده ونقول ان دي مسكة الزراع اللي هيبدأ عليه ايه سحب الجراب. يعني انا ماسك بادي الجزء اللي هسحبه معايا التحت. طب ما لشغلة الكامة ايه بقى? شغلة الكامة ان هي او هي بتلف كده او هي بتلف كده عشان يبقى فيه شكل اكسنتريكي او شكل ايه مركزي. هتبدأ تلمس مين? هتلمس البكرة. هي كده كده اصلا متصلة بيها ولمسها من البداية. بس هي بتلف كده هتضغط على ايه? على البكرة. طبعا انا ايه دي هنا طبعا مش هتقدر تقسم اتنين لكن هنا هي هتقسمها اتنين. لانها في وصلة مفصلية جزء مفصلي في الجزئية دي. فانا بضغط هنا اللي هيحصل هاتني دي. هتحصل تانية بالشكل ده كده. في التانية دي انا بنزل لتحت. ليه? هي بتضغط علي عشان انزل انا كمان لتحت. فهي بتضغط كده هي بتنزل معي لتحت. طب انا اللي هي مينة هتنزل لتحت بقى? لان في نزلتها لتحت هي مسكة ايه? مسكة زراعة. مسكة زراعة. هنعتبر ان هنا بضغط هنا كده بالشكل ده وهي نزلت لتحت. اثناء نزلها لتحت تعالوا نرجع بقى وهي واقفة الفوق. هي مسكة الزراعة ده. وانا بنزل لتحت اللي هيحصل. ده زراع. وهنا عمود للتواء. وده الجزء الممسوك. هم مسكين في بعض كده. الكامة ضغطت على الوصلة المفصلية دي. وبدأت هتاخدها معها لتحت. وهي بتاخدها معها لتحت. ده سابت. مش هتحرك. ده هنا هتحرك. هاخدوا معي لتحت. بس شفتوا ايه اللي بيحصل? بيحصل لاي. الزراع هنا بدأ يلف. لاي. لما بعمل عملية اللي دي. حصل ضغط على الزراع ده. الضغط ده في جوه عمود. احنا قلنا ان في جوه ايه? عمود. انا بعصر العمود ده. بعصره عن طريق ايه? زي ما قلنا. وصلة مفصلية كامة. كما ضغطت على الوصلة المفصلية. الوصلة بدأت تميل. بتميل. وبتنزل لتحت. بتميل وتنزل لتحت. بس هي مش سالكة. مش اللي بقانش لوحدها. ده مسكة في حاجة تانية. فهتسحب الحاجة التانية معها الفين? لتحت. سحبها معها لتحت. هيدي لي للزراع او لعمود للتواء. هو ده المطلوب. اني قلوي عمود للتواء. عمل له عملية العصر المطلوبة. طب وانا بعصوره زي ما قلنا. انا هنرجع تاني. كياني بقى ده هننسى بقى الجزء اللي فات ده. وهنعوض عمود للتواء بالزراع الافك اللي قدامي ده. ده اللي كنت نمثله من شوية كانه زراع آآ ميل. هنا بقى هنقول ان هو ده الزراع نفسه لجوه عمود للتواء. يبقى هنا ده الجزء اللي انا سحبت منه. انا هنا بالوي من ده. خلاص? يبقى هنا ده الوصلة المفصلية اللي مسكة الزراع اللي مرتبط بالجراب. وانا كده مسكتها ولفتها. لما لفتها العملت اللي. اللي ده اللي هيحصل فيه هو الزراع هنا زي ما قلنا سابت. وهنا متحرك. انا بالوي. هل بعد فترة هيحصل كسر? لا. ده هو ما اصنوع من معدن انه يتحمل العملية دي. انا لو ايه قاعد بالوي تاني. خلاص? اللي اللي حصل ده. حصل آآ العصر للعمود. انا محتاج العمود انه يرجع الوضع الطبيعي. هو اوتوماتيك يرجع الوضع الطبيعي. لانه يشبه في معدنه الياي او السوستة. فهيرجع مرة واحدة. هيرتد مرة واحدة. بالسرعة المطلوبة. هيديني الكوة الكافية لطيران القذيفة في وسط النفس. تاعم? فهمنا كده الجزئية دي. يبقى انا كل اللي بيحصل. شغلة الكامة. هنرجع طبعا على الرسم طبعا هنزل الكلام ده. بس شغلة الكامة ان هي بتلمس البكرة بتاعتها. وبيتلف. الجزء البارز من الكامة لما يوصل لحد معين. هتبدأ الكامة تضغط على البكرة. فالبكرة تضغط على الوصلة المفصلية. فبتبعدها عن مكانها. بعدها عما كانها بيبقى كده اهو. وبعدين بتميل. فبتقفل كده اهو. الافلة دي هي مش بتقفل لقدامي. لا ده بتنزل. بتضغط كده عليها فبتنزل. نزولها ده هو اللي بيعمل عملية سحب للجراب. فيعمل عملية ليل الزراعة. تلات خطوات كده وارا بعض. ضغط على البكرة. سحب للجراب. ليل الزراعة. واللي هميني ليل الزراعة. ليه? لان انا بقول انا بفصل حركة المكنة عن حركة الزراعة. حركة القصف ليها قوة غير القوة اللي طلعة من المكنة. فبالتالي الكامة بتبدي عملية عصر معقولة. لكن انا عايز قوة القصف تكون اعلى. فبالتالي فصل الحركة دي هيخلي. مين المسؤول عن القصف? كمية العصر اللي تعصرها عمود للتواء. وارتداده الوضع الطبيعي او الوضع الاصلي. اثناء ارتداده هيدي قوة كبيرة للآآ زراع القصف. يضرب القزيفة للمسافة المطلوبة. فبالتالي ممكن يكون مسلا ايه? بعمل عملية عصر بسيطة للعروض القليلة. بعمل عملية عصر كبيرة للعروض الكبيرة. طبعا مواصفات العمود اللي هيكون فيه الماكينات الكنزة من النوع ده. طبعا بالنسبة لها هي مش كنزة. لكن هنقول الاقل عرضا في النوع ده من الماكينات هيكون مواصفاته مختلفة عن الماكينات الاكثر عرضا. يعني الماكينات اللي عرضها اربعة ونص ليها عمود التواء مخصوص. الماكينات اللي عرضها مترين ونص ليها عمود التواء مختلف في الشكل لكن بينفذ نفس النظرية. لي زراع. ارتداد الوضع الاصلي. اعطاء قوة كافية للمضرب عشان يطارق قذيفة في وسط النافع. زي ما قلنا عدد القذيف اللي على النوع ده من الماكينات بيتغير او بيكبر حسب عرض الماكينات. مرتبط الارتباط ده. كل ما زاد العرض كل ما زاد عدد القذيف عشان لما القذيفة تلف وترجع تنتظر دورها يكون انا عمد قذفتين تاني او دورتين تانية بترجع ببطء. بتروح سريع لكن بترجع بالنسبة لي انا ببطء. مفيش حاجة بتكذفها في الجنب التاني. لا ده ترجع تنتظر لدورها في المكان بتاعها في المخصص ديها على الماكينات. تعالوا نرجع على الرسم عشان نكمل حركة التشغيل بعد ما شرحنا جزء الخاص بضغط الكامة. وهنا زي ما قلنا بقى هنمسل الجزء التاني ده قد الزراعة. خلي بالك قد هنا دي وصلة. ودي وصلة. دي قطعة. دي اللي انا كنت بتكلم عليها وكنا بنمسلها. بكفي ايدينا لما كان بيميل. فبالتالي لما هضغط هنا بالكامة على البكرة دي. البكرة دي هتبعد للخلف. هتمشي في الاتجاه ده. لما ترجع في الاتجاه ده. الجزء ده مش هيرجع زي اياه. بالعكس. هو هيتحرك في الاتجاه ده. بس الجزء الرأسي ده هينزل لاسفل. ده هيتحرك في الاتجاه ده. مسلا لو قلنا اتجاه عقارب الساعة. لكن لو قلنا هتعبرنا ان هم مرتكز على محور يعني. فالوصلة دي هتنزل معي الاسفل. وهتسحب الزراع. يبقى مين هينزل الاسفل? الوصلة دي بس. طب ما الجزء ده كله هيحصل ايه? ده هو اصلا مرتكز على محور وهيروح في الاتجاه ده. لما يروح في الاتجاه ده. هيسحب الوصل الاسفل. هيسحب الزراع المتصل بمعمود القاس في الاسفل. هيخلي الجزء ده يعمل ليل الزراع. الجزء الداخلي ده اللي انا بشاور عليه حالا ده. هو ده عمود للتواء. سابت في الطرف ده. وحر في الطرف التاني. سابت في الضرف ده. يبقى كده سابت. مش هيجرى لأي حاجة. حر في الطرف التاني. بعد عملية عصره. هيرتد وهيدي القوة الكافية للمضرب عشان يطارق قذيفة في وسط النفس. تمام? وصلنا لن احنا القذيفة بدأت تتحرك وتطير في وسط النفس عن طريق زراع القذف واللطاشة. القذيفة طارت. طيب في مشكلة هنا بقى تانية هتقابلنا في الرسمة بتاعتنا دي. ملاحظين ان احنا الاجزاء دي لما هتيجي هترتد بترتد بحرية. عمود للتواء مسموح له يرتد بالحرية المطلوبة لانه كده كده داخل جراب. ان كل الكلام ده اصلا متغطي احنا فاتحينه عشان نقدر نشوفهم الداخل. لكن ارتداده لوضعه الاصلي حر الحركة ده مهم. اما ارتداد الاجزاء دي لوضعها الاصلي براحتها او بحرية خطر جدا على اجزاء الايه الجهاز الموجودة عندي على المكينة. طيب عشان ازبط الكلام ده محتاج لمجبس هيدروليكي. هيكون موجود في الجزئية دي في المكان ده. المجبس ده شغلته حاجة واحدة بس. انه يرجع الاجزاء بتاعت دي ببط لوضعها الاصلي. لان هي لو رجعت مرة واحدة بالسرعة اللي كانت شغالة بيها المكينة هترتد وهتصطدم ببعض وهتكسر. خصوصا الوصلة المفصلية. لو حصل ارتداد للمنطقة دي طبعا الوصلة المفصلية بعد ما عملت عملية العصر. هنا الجراب هو المرتبط بالوصلة. فانا مليش دعوة وغير يعني مش في دماغي ارتداد العمود. لكن في دماغي اكتر او بفكر اكتر في ارتداد الجراب. لو الجراب ارتد الوضع الاصلي بقوة ممكن يأثر على حركة المكينة بالكامل. بالاضافة لعملية التكسير اللي هتتم في المنطقة دي ما بين الاجزاء المعدنية وعملية الاحتكاك. لان انا كل مطلوب مني ما حصلش احتكاك كتير جدا في المنطقة دي. عشان يتقدر يكون في عمر اطول لقطع الغيار اللي بتتغير في المكان ده. لكن هنا طبعا زي ما الاجزاء اللي بضعها الاصلي هنا ببطء. بالزبط كده بيشبه الاجزاء الميكانيكية لما بتيجي ترجع او ببتيجي ترتد. بيشبه المكبس. بيرجع ببطء. رجوعه ببطء اعضيته ببطء بيمنع تكسير الاجزاء. طيب تعالي احنا قلنا ان الاتنين دول مرتبطين ببعض بترسي نجمي او بترسي مخروطي. تمام? فبين الحركة من كرانك العلوي او من عمود الادارة الرئيسي لعمود الكامة. يبقى هنا بدوران العمود الادارة الرئيسي يدور تبعا له عمود الكامة. فيضغط بوز الكامة على بكرة الكامة فيندفع زراع البكرة للداخل. انا هدفعه للداخل. ليسحب الوصلة المفصلية لاسفل. يبقى هنا ده يتحرك حركة اه للداخل. حركة ازي ما نقول افقية. اما الزراع او الوصلة المفصلية هتتحرك حركة رأسية. بفعل الحركة الافقية اللي حصلت. لانها فيه وصلة مفصلية. الوضع ده هيخليه يعمل ايه? ليسحب. انا في المنطقة دي هعمل عاملة تسحب. ليسحب زراع المتصل بعمود القصف لأسفل. ليتم لي عمود للتواء. انا في المنطقة دي كده بعمل عملية اللي. ليتم لي عمود للتواء. بالقوة الكافية او بالقوة المطلوبة. تمام كده? انا هنا ودور الكامة دي انتهى. كامة دي شغلتها الاساسية ان تعمل عملية اللي او توصل كم اللي المطلوب لعمود ايه? لعمود للتواء. عمود للتواء حصله لللي خلاص. طب عايزوا يرتد بقى. يرتد اول ما هيوصل لغاية اخر نقطة انا عاوزها من اللي. اوتوماتيكا هتلقى ان حصل فصل ما بين حركة الجراب وحركة العمود. فالعمود يرجع مرة واحدة لايه? لوضع الطبيعي. زي سنة كده موجودة ما بين الزراع الجراب وما بين العمود الداخلي ده. فاول ما هيوصل للنقطة المطلوبة هيبدأ يتفك اوتوماتيك الايه? عملية العصر الخاصة بالجراب. وعمود للتواء نفسه. اول ما اوصل للنقطة دي هيرتد مرة واحدة عمود للتواء الوضع الاصلي وهيبدأ يطير للايه? المكذوف داخل النفس. يبقى انا كده عايز اوصل حركة الا او قوة القصف للمضرب بتاعي. هوصلها عن طريق ازالة تأسير العصر اللي تم عن الزراع الخاص بجراب الايه? جراب عمود للتواء او جراب المسؤول عن عملية العصر. هي سنة سنة بديوصل لها الجراب اثناء عملية العصر. بتلاقي ان اتفك الايه? اتفكت العملية الاتصال ما بين الجراب وما بين عمود للتواء. فبيرتد الجراء العمود نفسه لوضعه الاصلي بقوة. اللي هميني هي القوة. اللي ببحث عنه في الموضوع هي قوة قذف القذيفة داخل النفس. المكانة عندي ممكن تكون عريضة. ممكن تكون اه كنزة شوية. يبقى هنا كمية القوة اللي هاعصر بيها عمود للتواء هي اللي هتأثر على طيران القذيفة في وسط النفس. فبالتالي المكذوف بتاعي محتاج قوة كافية عشان اطير في وسط النفس بالشكل المطلوب. يبقى هنا انا محتاج ان انا اساعد نفسي عشان اطير المسافة المطلوبة. السرعة بتاعتي بتكون عالية. ليه? انا عندي المكانة عريضة. فبالتالي محتاج ان انا اوصل السرعة دي بالشكل المطلوب. قلنا ان الاجزاء دي لازم ما ما تيجي ترجع لوضعها الطبيعي. لو رجعت مرة واحدة هتعمل تكسير. فبالتالي عندي مجبس هيدروليكي. بعد ما انا عملت التأثير ده. خلاص انا ضغطت بالشكل ده كده والدنيا اتغيرت وضعها. انا محتاج ارجع. انا محتاج ارجع بالبطء ده. لو رجعت. لو انا كده ضغط. ضغطت ببطء. خلاص. انا محتاج اما ارجع ارجع برضو بنفس البطء. هرجع بالبطء ده ازاي? عن طريق المجبس الهيدروليكي ده مجبس بيمر فيه دخله زيت اه بطريقة معينة طبعا النوع ده من الاجهزة بيدرسه اكتر الاقسام الميكانيكية لكن فكرتنا عنه ايه? فكرتنا عنه ان فيه خزانين اه موجودين فيه المجبس ده. الخزان بيقى فيه زيت. بيتنقل من جهة لاخرى فيه الخزان بطريقة معينة وده طبعا لو حد حابب بيعرف فكرة عنه يقدر يشوف الحلقات الخاصة بالهيدروليك. دي موجودة برضا عندنا على قناة اليوتيوب الخاصة بقطاع التعليم الفني. اه هتفهم الفكرة بس ده اللي انت لو حابب تفهمها لكن هي مش مقررة عليك. بس لازم تعرف اني عندي مجبس هيدروليكي. بيشتغل عن طريق الزيت. كل اللي بيحصل انه بيتنقل الزيت من خزنة للتانية عن طريق الضغط. فده بيسمح لي بعودة الاجزاء لوضعها الطبيعي ببطء. بطء بيساعدها ان هي تفضل تتحمل الاجهادات واسناء عملية التشغيل. وتفضل ملامسة لمن? ملامسة للكامة. اللي بيساعد ان هي ترجع ببطء اكتر كمان. ان الكامة كمان اسناء لفها طبعا كمان بيدور بسرعة المكينة. فبالتالي هتخبط الخبطة وتسيب. اول ما هتسيب لو رجعت مرة واحدة كده هو. سيما قلنا يحصل تكسير. انا كل عايزة اول ما بتسيب هي تبدأ الاجزاء ترجع لوضعها الطبيعي ايه? بالبطء المطلوب. طبعا مش بطء يعطى لها عن الحدفة اللي بعد كده. لا ده بطء يعني زي ما نقول كده ايه? لو الكامة لمست وعملت الحركة بتاعتها في ثانية. الاجزاء دي نزلت وعفلت نفسها وبدأت تعمل عملية اللاي في ثانية. ولو كان ان الحدفة بتاعتي في الاساس بتاخد ثانيتين او ثلاث ثواني. طبعا بيكون اعلى بس ارقام نقدر نحسبها. فبتقول مثلا كده بتكلم عن ثانيتين. ثانية للضغط وفي نفس الضغط فيه سحب. وثانية تانية لازالة التأثير. اثناء ازالة التأثير كده اخدت كم ثانية ثانيتين. انا بقى عشان ارجع. انا كده اخدت ثانيتين. عايز ارجع. عايز ارجع في ثانية واحدة. ارجع في ثانية واحدة. لو رجعت في في الثانية دي مرة واحدة هتكسر. طب انت بتكلم في ثانية. طب ولو ما فيش المكبس هو هيرجع في قديه. ممكن يرجع في ربع ثانية. فانا الربع ثانية ده هيكسر الاجزاء. فبالتالي انا عايز هو التنى او لم نفسه في ثانيتين. لما يرجع يرجع في ثانية عشان يجزل الحدفة اللي بعد كده ثانيتين كمان. طبعا الارقام دي كبيرة على اللي احنا بنتكلم فيها على الطبيعة لان الكلام ده بيتم في الجزء من الثانية. لما تعرف ان فيه مكانة نسيج بتعمل الفين وتلتمية حدفة في الدقيقة. اللي هو ما في ستين ثانية. اقسم بقى الفين وتلتمية على ستين هيجي لك عدد حدفات الثانية الوحدة. فبالتالي الحركة دي مش هتتم كل ثانية. ده كل جزء يصغير من الثانية بيتم الحركة دي كلها. فبالتالي المكانة بقت عندي سريعة. بيحتاج طبعا انه فيه ايه? آآ سرعة تناسب حركة الجهاز. طبعا الارقام الكبيرة دي مش على المكان الصلزر ده على مكان الهوى. لكنها بنقول ان فعلا في السوق فيه ارقام زي كده. يمكن مكانة بتاعتنا بتعمل الف ومتين حدفة. آآ اكتر حاجة مسلا ممكن تكون الف وخمسمائة حدفة ده برضو بيعمل تأثير. تعالوا نرجع على رسمة تانية من جهة تانية برضو لنفس الجهاز. ده هيوضح لنا رسمة بتاعتنا. والمجبس الهيدروليكي كمان ازاي بيتحرك بنفس الشكل. هنا طبعا ده شكل كامة بتاعتي وطبعا الاجزاء اللي احنا شفناها من شوية على رسمة سلسية الابعاد. وبين ده البكر مخروطية وده الوصلة. ده هنا الزراع هنا بيميل في الاتجاه ده. والوصلة بتنزل لاسفل. وده الزراع بتاع الجراب. وده الجراب والنقطة السودة الداخلية دي هو ده عمود للتواء. انا هنا بعمل عملية العصر في المنطقة دي. وبعد ما زيل التأثير بتبدأ المضرب بيتحرك من مكانه ده المكان الاساسي. وده مكانه اسناء الحركة. فبيبدأ يتحرك في الاتجاه ده. فبيبدأ يضرب القذيفة. هي هي نفس الرسمة بتاعتنا بس بزاوية تانية او بزاوية دي. اه هنا بقى المجبس دي شغلته. هنا طبعا كمية الزيت اللي قدامي اللي احنا شايفينها. وزي ما نقوله هو عشان ترجع الاجزاء ده هو بيفتح المجبس. ولما بيجي يقفل المجبس تاني بيبدأ الزيت ينتقل من مكان لمكان داخل المجبس. زي ما قلنا ده مش قصتنا. لكن القصة الاساسية ان هنا في مجبس هيدروليكي. شغلته انه يرجع الاجزاء الوضاعها الطبيعي لبعد زوال تأثير الكامة وبعد الضغط على الزراع الماي البتاع ده. اللي هو بيميل طبعا عن طريق ارتكازه في جزء ده ارتكاز محوري. بيساعده انه يميل في الاتجاه ده ويرجع تاني. عودته بفعل المجبس. ميله بفعل البوز الكامة او ضغط الكامة عليه. ده طبعا ده اللي بيساعدنا اكتر عشان اوصل للحركة بالشكل المطلوب. اه تمم الحدفة في الوقت المطلوب بتاعي. طبعا انا كده بتكلم عن اه رسمتين كانوا الظاهرين قدامي دلوقتي رسمة النظام مساط تحته دي. ودي ممكن تكون سهلة في رسمها. ورسمة سوليسية الابعاد ممكن تكون صعبة عندي في الامتحان. بالتالي انا الرسمة المطلوبة مني هي الرسمة اللي احنا شفناها من شوية وزي ما قلنا هتكون متاحها لك ان شاء الله بعد اه اه عرض الحلقة. هتكون موجودة عندنا على الجزء الخاص بصفحات بتاعتنا الخاصة بقطاع التعليم الفني. في الجزء الخاص بقسم النسيج. يمكن على منتدات قطاع التعليم الفني. المنتدات مقسمة بشكل منظم. فبالتالي اطلع على الجزء الخاص بالنسيج. هتلقى الحلقة ان شاء الله. وهتلقى الرسمة بتاعتك كمان. وتقدر تسألنا. وان شاء الله هنجاوبك في الجزء الفني في الجزء ايدي. سورة الماكينة بتعتمد على جزء مهم جدا زي ما قلنا عرض المكينة كمية اللاي المطلوبة للزراع قوة المكينة كلها بتاخدها او قوة القصف نفسها باخدها في النوع ده من المكانات عن طريق مين عن طريق اللاي الزراع او عمود للتواء نفسه كل ما يكون مصنوع من خامة تسمح له باللاي بالشكل المطلوب والارتداد بشكل السستة يعني بشبهه بالياي بشكل طبيعي او بالسستة لانا بمكن بفرد السستة واسبها بترتد لوضاعها الطبيعي مرة تانية وده المطلوب من عمود للتواء ان انا قلوي وارجع الوضع طبيعي مرة تانية يمكن التقنية اللي شغالين بيها على الجهاز ده تقنية شبه بسيطة لان بعد ما شرحناها لكن طبعا يهمنا اكتر ان انتو تعرفوا الحركة بشكل كويس نعرف نرسم رسمة بشكل كويس رسمها كتير عشان تاخد على الرسمة طبعا زي ما قلنا الرسمة بسيطة وطبعا احنا في النهاية وقتنا خلص معاكم النهاردة بسرعة الحلقات الجاية هنكمل الجزء الخاص باجهزة الامرار ونشوفك في الحلقات الجاية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة